شكرا لك سيد نبيل السبيع لتدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات للمدينة نبيل فقط نأخذ تعليق من عندكم ثابت ومروين والله يسيما أنه يبقى في الذكرى بالنسبة للفترة ذيكا متع سليم الرياح هي البطولات اللي خذها نادي الأفريقي في عاد سليم الرياح 2015 2015 آخر بطولة 2015 عندك برشة بطولات في الفولي في الهوند جيكرواه في الباسكيت ليل باسكيت ليل لذلك عدد القابل بحقيقة ثابت يبقى زادت تراكم الديون اللي خليهم سليم الرياح في الالفريقي لليوم يعاني فيهم زيت بطولة فما ولعبية دفعت من جيوبها وخلصت من جيوبها فما تركها أوكي فما تركها من عب سليم اليونسي لكن فما زادة من سليم الرياحي من سليم الرياحي بطولة فما ما عرشينا لو ننتراج متاع والهيئة للأجور ثابت الأجور كان ضخمة تعليقين ككيف سبق حص النية بالنسبة للسليم الرياحي حص النية أول تجربة لي في التسيير دونك سي نرمال وقت لبشتهم عليك ليماناتجير والبيرو متاعه كان نعرف وقتها في الله كمعبي بالليماناتجير وما كانش منصوح بكداه دونك صاروا عديد الاشكاليات سي نرمال وقت لنسين يبدأ يعني بعيد يعني هو من أصله بعيد على تونس وبعيد على التسيير الرياضي دونك فهم برشة كواليس ما يعرفيش وتعامل بحص النية بتترم على أشخاص هذوم بعد الحقيقة صاروا الاشكاليات هذه أما ما نصورش أنا كان سليم الرياحي يعني بين قوسين بش يخدم أخو على ستمائة مليون كما كان يحكي توا الاستاذ دونك أنا كما حكيت لك العودة سبق ديما حصن حصن نية بالنسبة للسليم الرياحي وحاجة أخرى أنا للاشكال هذا يزم يصير التجاوزة متاع خاطر كل مرة وقل تشكي برئيس نادي سابق بش تغسر يعني رجل من رجالات نادي دونك سليم الرياحي مزال موجود رجل أعمال معروف في تونس والبرا دونك نادي الأفريقي ناجم يسحقهم إذا هنا زي تحل الباب أنا رئيس نمشي نشد نعم لنحب وناخر فترة ما يشكي وش بي إذا هنا تحل الباب زيادا لا أعمليش حب أنا ما نعرفش أنا نحكي لك من وجهة نظر متاع أول حاجة متاع فني الثاني حاجة متاع إنسان بعيد برش على الكواليش نو اللي صار بضرب ولي وكل رؤسيات يدين الصف هما موجودين برشة رؤسيات انتي تلوج رئيسي بتوال من قدش رياستو بالنسبة لي اسليم الرياحي كان ناجح في الفترة هذه كمع نادي الأفريقي فقط كلمة ما بينك نا جو سبارك أنا نحب نقدم له تحيث يا اسليم الرياحي كونت لن أتكمل ليس مع تزيار نجم لما اقتصلا بنا مسيح ليس والذي سبار كان ما يطلق ضرور سمطاش لا 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 هذه اللحظة سكوب عطيتني كم مالي كيفيش وقتها وقتها وقت البريود هنا وقتها فانت كونتراها في النجم رادي سياري واتصل بي وقتها كاني ذولي مدير الرياضي وسيمة السلامي وسيمة السلامي وسيمة السلامي ما سهلش ربي هذي كل شي بالكتبة ميت بقى عليش ما تمتش ما تمتش كنت مستعدة على فلكلوبة ولا يشوف بس لين بغني قتلك أنا موضوع ما حبش نحكيه مخاطر نخليه ما بينيتي نويه الموطن بعيد برشا ليش مشكلت فلوس جملة هو كان متحمس سيد مروان تاج مش يكون في النادي الفريقي ووسيمة السلامي راف بروفيل مروانة كالقرينة وكذا مع جمهور النادي الفريقي وكذا مع جمهور النادي الفريقي عندك فكرة انت على موضوع موسيمة في بدي بيك والحقيقة هزيادة مروان كان متحمس هزينا هذا مختار خلنا كمل حب مروان للنجم الرياضي السياحلي وإدارة النجم الرياضي السياحلي ضغطت عليه كأنه أمره وكان على مروان وذوله سنة 90% الموطن أكثر برشا مختار مروان مروان نحترم الجمعية هذية وانا وقتا عرفت لي مروان معناها من محبين نجم الرياضي السياحلي مسؤول من نجم الرياضي السياحلي قالوا مروان راكش تقال معنا ورانا حاشنا بيك رغم إنه 90% وصلنا كما جيش التأثير متع من سون نجم الرياضي السياحلي مروان نتيج كان مش يكون اللعب في النادي السياحة كان مش يلعب في الدربي يعني في وقت ملوقات ميت باقى أنا قلت لك أنا حاد لشوك في سليم الرياضي خدمت وشوفت جيب النادي الإفريقين بعد سبعة سنين البطول هذية تتحسب ليهو منظر نشان الجمعية ايمان منظر نشان الجمعية يصرف على روحو السارديو لا مش هو أصرف الجمهور بعد قاعد يخلص بعد الخالص أنا نقول لك حاجة لكون الجمهور النادي الفريقي راي حبت سليم الرياحي ما حاجة في الحكاية هذية اسليم في المشاكل هذية والاشكايات ماذا بيرا قال الحال مع سليم الرياحي ممكن حبيت الهيئة مشكل وين هو وقتها مشكل وين مروان في الأجور أجور كانت خيالية يعني هذية هو الاشكال كل اللاعب ما يخلص شي مش يشكي اللا تخلوط اللولا ولا تقفيني بشل نوعا ما تراف شوك لها هذية كما تعملش هكيارك وقتلي تسير جامعية كان قريبت سليم الرياحي كان معملش وقوة فلوس راك ما تنجمش تكن معامل خبص هذي كان لديك وقتلي تسير جامعية مشاكلها توقع تسع سين تبع فيك سنة النادي الفريقي تسين بالمئة خرجت من مشاكلها سيهة معناها سيثابت قال صاروا بعض الاشكاليات مش اشكاليات صاروا كوارث عبادة رو ملبسوا سبادريات وخذوا وجور خياليا لذا انا بش نعطي حق العبادة اللي جاءوا ما بعد سليم الرياحي راو مكانوش تاريكتهم انتي قلت تاريكة عبد السلام اليونسي ولا حمودية اي فهم اخطاء اخطاء اللي جاءوا بعد سليم الرياحي بل ما توصل الشكاية كانوا فهم اتصال مع سليم الرياحي ولا لا خاطر مهما كان بش نشي السليم الرياحي روما يتصل بحد كان بالهيئة الدفاع متاعه وروفيتونس هنا معنا عندو تواصل كان مع العبادات يعني دليفريقي شنو عندو يعمل تاوه في الوضعية هذي صحيح نعم فلا هذر اخطاء قانونيان بش يجي يعترض سيد سليم الرياحي بش يخرج فيه منشور تفتيش بش يولي الحكم هذاك فيه منشور تفتيش فهمتني وبش تقعد نجرايات يعترض يصبح الحكم هذاك فيه معدوم وان دليل ما فيه شي يحضر السيد سليم الرياحي مع هاي الدفاع متاعه ويرافع عليه قدم مستنداتهم كما نجم يقعدوه بيده وكما نجم يطايحه في الحكم كما نجم يخلقهم سماع دعوه نحترم استمدتك في الدفاع عن صديق سليم الرياحي يا مختب دابو انا في النادي الافريقي اي عبد فرحني في نهار ببطولة ولا بكاس ولا بدربي ورن يكون معا خاصة كيبدأ صاحبك خاصة دربي مش كيبدأ صاحبك باي نمشوف موزيكا بعد نكمله ولا بقيت الحسن تاعنا اليوم